نفى مصدر مسؤول ما زعمته تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يتعلق بمحور صلاح الدين في لدلفيا وأكد المصدر أن الأنباء التي أثيرت في هذا الشأن عارية عن الصحة هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة حيث تم اليوم إدخال 120 شاحنة مساعدات إلى أهل قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ووكالة أنرع وأوضح المصدر أن أربع شاحنات تحمل كمية من السولار و116 شاحنة تحمل كميات من المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه